ايه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صد بلاله جيتاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لك يا وكبتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فمرحبا مرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي مرحبا بكم مرة اخرى مع كوكب تاني تعالوا الذي نروح ونزور كوكب محتاجين ان احنا نتحلى بالمعنى الجميل والخلق الجميل اللي فيه اكيد هنستفيد بيه بفضل الله وهنفيد كل اللي حوالينا وهننفع امتنا وبلدنا ودننا بهذا الخلق الجميل اللي ممكن نتحلى بيه ان شاء الله اللي لادي بعد منزور الكوكب دوت تعالوا بسرعة يلا نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نركب سفينة الفضاء ونطلع حالا لكوكب قد يستغرب بعض الناس لإسم هذا الكوكب اسمه كوكب الرجولة والرجولة زي ما بيقولوا الرجولة مواقف الرجولة مش قوة وعضلات وترابيس وحيات زي كده الرجولة موقف الرجولة ايمان الرجولة قرب من ربنا الرجولة اتباع لنبينا الرجولة اخلاق هي دي معانا الرجولة الجميلة اللي احنا محتاجين نعلمها للكونة كله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القروب والأبصار هي دي الرجولة ان الانسان يكون عنده ايمان يكون عنده اخلاق يكون عنده موقف يكون انسان ايجابي ما هوش سلب ابدا يكون انسان خلوق يكون انسان متدين هي دي الرجولة اللي احنا محتاجينها تعالوا نشوف يعني سكان الكوكب الجميل دوت ونتعرف عليهم ونقرب منهم اكتر هؤلاء هم الرجال حقا بفضل الله سبحانه تعالى كان اول قصر في الكوكب الجميل دوت هو قصر ابي بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه تلميذ الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة زي ما قلنا جماعة الرجولة مواقف تعالوا نشوف مواقف حقيب جدا في بداية البعثة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا اله الا الله تفلحه فيقبأ اغلب الناس ويقوموا ويعادوا للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذوا النبي ويرموا سالة الجزول على ظهره ويرموا الترفق رأسه ويتهموه صلى الله عليه وسلم بانه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وفي يوم الايام اتلم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يدفعوا النبي وابدأوا ده اذا بابي بكر الصديق محدش من الصحابة قدر يقرب من النبي ما قدرش يقرب إلا أبو بكر الصديق راح داخل على المشركين وبدأ يضربهم ويشتتهم ويقولهم أتقطرون رجلا أن يقول ربي الله بيعايزين تقتلوا رجل بيقول ربي الله هو عمل جريم يا جماعة هو عمل أي زنب عمل أي معصية وبدأ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي بن أبي الطالب لما يذكر هذا الموقف كان يبكي بكاء شديدا ويقول ذاك رجل خير من مؤمن آل فرعون فهذا رجل كان يكتم إيمانا اللي هو مؤمن آل فرعون أما أبو بكر فكان يعلن إيمانه رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف موقف تاني لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوضح لك قد إيه أن رجول مواقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما اشتد إيزاء المشركين على المسلمين أذن النبي للصحابة بالهجرة إلى المدينة المنورة اللي كان اسمها يافر بسعيتها سبحان الله ثم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر بعد ذلك وراح كما عند البخاري راح لأبي بكر في وقت كده في نحر الظهيرة في وقت ما كانش بيزور في أبو بكر أبدا فأول ما شافه قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما جاء إلا لأمر أكيد في حاجة مهمة جدا فقال النبي لأبي بكر يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة فبكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا أبا بكر وأعد أبو بكر راحلتين وتجهز وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي طرك عليه النبي طريب يا نم كان وخرج من بين أظهر المشركين وما حد شافه ويقرأ قول المولى عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون خرج النبي ويحط الطراب فقراص هؤلاء المشركين وصار مع أبي بكر إلى المدينة طبعا عملوا حيلة جميلة كده طلعوا في الاتجاه المخالف للمدينة المنورة وراحوا الغار قعدوا فيه ثلاثة يام ثم بعد ذلك بعد أن تأكدوا من انتهاء البحث اللي كان عاملينه كريش عشان يلاقوا النبي وأنهم صرفوا مكافأة أو قالوا فيه أعلانوا عن مكافأة مئة ناقل اللي يلاقي النبي وأبو بكر حيا أو ميتا ويقدر ربنا أنهم بعد ذلك يذهبوا إلى المدينة المشهد الجميل يا جماعة أبو بكر ماشي قدام النبي مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة وإذا بالحبيب المصطفى يسأله يقول له يا أبا بكر يقول له يا أبا بكر ما الذي حملك على ذلك تمشي أمامي مرة وخلفه مرة وعن يميني مرة وعن شمالي مرة فقال أبو بكر يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب كريش لك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله فيسأله النبي ويقول له بكل وضوح يا أبا بكر لو كان شيء لو كان فيه أزم ضرب أو قتل أو تعزيب لو كان شيء يا أبا بكر اللي أحببت أن يكون بك دوني قال أجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها ويمشي أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لحد دم يوصلوا للغار ويقول له انتظر يا رسول الله حتى أدخل الغار فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل أبا بكر ويمسح الغار فلاقي ما فيش أي حاجة في الغار إلا تلت شقوق في الحائط فيشق التوب بتاعه نصين فيحط جزء في الحائط دو في الشق ده ويسد الشق التاني وياه طبقة الثالث فينام على الأرض ويسده برجله ويقول له الآن ادخل يا رسول الله يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما يدخل من شدة الأعياء والتعب نام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خده الشريف على فخذ أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وإذا بشيء يأتي من الجح للثعبان أو عقرب ويلدغ أبا بكر فيجري السم في عروك أبي بكر ويبكي أبو بكر من شدة الألم فتنزل دموع أبي بكر على خد الحبيب المصطفى فيستيقذ النبي يقول ما بك يا أبا بكر يقول لدغت يا رسول الله قال ولماذا لم تخبرني قال خشيت أن أوقذك يا رسول الله فيقوم النبي ويدفن على جرحه فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى أبو بكر دي مواقف لا تخطر على قلب بشر وهو ماشي ويجيب يلاقي رعي غنم فيطلب منه لبن ويقول له انفض يديك من الضرع وانفض الضرع من التراب وأطلب منه أنه يعني يصف اللبن لحد ما اللبن صفي كده ما شاء الله وأخذ اللبن وكان النبي نائما في ظل الشجرة ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشرب يا رسول الله فشرب النبي اشرب يا رسول الله شرب النبي ثلاث مرات قال أبو بكر فشرب النبي حتى ارتويت شوف اللفظ الجميل يقول النبي الفضل يشرب ويشرب لحد ما أنا بنفس اللي حسيت بالري جوايا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يمكن نلاقي حد في الدنيا ممكن يكون بيحب النبي قد حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في يوم غزبة بدل يا جماعة أرادوا أن يعملوا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا رجلا واحدا يحرص العريش فلم يتقدم أي واحد من الصحابة إلا أبو بكر هو الوحيد اللي يوقف جنب عريش النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهر سيفه وأي واحد من المشركين يقرب كان أبو بكر في فضل الله كان يتقدم ويقاتل هذا المشرك دفاعا عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف القصر اللي كان جنب قصر أبي بكر طبعا قصر عمر بن خطاب عمر بن خطاب اللي هو يعتبر من أقوى وأشجع يعني يعني يعتبر من أقوى الرجال اللي كانوا موجودين في كريش رضي الله عنه وأرضاه عمر بن خطاب اللي يوم هاجر كان هو أكتر واحد أعلن هجرته وراحا دي حجر الكعبة ووجد المشركين قد جلسوا أمام الحجر فقالا شاهت الوجوه من أراد أن ييتم ولده وأن تفكله أمه وأن ترمل زوجته فليلقى لي خلف هذا الوادي يقول روي فهو الله ما تحرك رجل واحد أبدا إلا رجلا أراد أن يهاء أن يهاجر من مكة إلى المدينة في صحبة عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن خطاب اللي كلمه وقف في غاية الرجولة وفي غاية الشهامة والنخوة عمر اللي وقف للأمة بفضل الله سبحانه وتعالى منع الظلم منع الرشوة منع الجور منع أي شيء فيه أي انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى حافظ على الأمة في عام المجاعة لم يأكل أبدا ولم يفعل أي شيء يعني من دون الأمة بالعكس قال أجوع كما جاع ولا أشبع إلا إذا شبع المسلمون حتى كان يأكل الخبز والزيت رضي الله عنه وأرضاه حافظ على أموال الأمة حافظ على أعراض الأمة ووقف موقف الأب بالنسبة للأبناء بالنسبة لكل هذه الأمة المسلمة وكان موقف في غاية الحلم وفي غاية الرحمة رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف الأسر اللي بعده قصر سيدنا عثمان بن عفان وزي ما قلت لكم أنا قلت أن الرجولة مواقف يا جماعة الرجولة مش أن أنا أخش أضرب وقت لو أعمل وبس لأ الرجولة مواقف زي ما قلت لك الرجولة تدين الرجولة أخلاق الرجولة مواقف الرجولة انفاق الرجولة حفظ للرعية الرجولة حفظ للآدمية سيدنا عثمان بن عفان أول ما وصل المدينة كان المسلمون بيشتكوا من أنه ما فيش مية عزبة يشربوا منها فاشترى عثمان بن عفان من اليهود بئر روما وجعلها للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى بل وجعلها بعد ذلك لكل الناس كل اللي عايز يشرب من بئر روما يشرب وكل ذلك في ميزان حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ولما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهزوا جيش العسرة قام عثمان بن عفان وجهز جيش العسرة رضي الله عنه وارضاه عثمان بن عفان اللي في يوم الأيام حصلت مجاعة في عهد أبي بكر الصديق حصرت مجاعة خطيرة جدا مش لقين حاجة يكلوها وإذا بقافلتين لعصمان بن عفان تأتي قافلة من الشام وقافلة من اليمن فلما وصل جاء التجار قاله خلاص بقى فرصة العمر في مجاعة والناس محتاجة أكل فالتجار هيبتدوا يشتغلوا يقضوا البضايا ويبتدوا يوزعوا الأكل والغزاء دوت على الناس ويبيعوا ويتجروا فجاء التجار قالوا يا عثمان أتبيعك قال أجل بكم تشترون قالوا بضعف الثمن قال لا قالوا بضعفي الثمن قال لا قالوا بخمسة أضعف الثمن قال لقد وجدت من يعطيني سبعمائة ضعف وقد اشتروا وقد بعت لهم قالوا لمن قال لله الذي يضاعف للصدقة إلى سبعمائة ضعف فتعجبوا فإذا بعثمان بن عثان يقول اللهم إني قد جعلتها لله وقد وهبتها لفقراء المدينة الله أكبر من يعمل موقف زادا وده بيفكرنا بموقف تاني أيضا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه اللي لما جات له يعني تسعمائة ناقة بأكتابها وأحلاسها فمرت من أمام غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة غرفة من الخوصم الجريد فاهتزت الغرفة فتعجبت أمنا عائشة وقالت ما هذه الأصوات قالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف قالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله فلما وصلت المقولة لعبد الرحمن بن عوف مع أن النبي قال له أنت من أهل الجنة صراحة عبد الرحمن بن عوف من العشر المباشرين بالجنة ورغم ذلك جاء وقال أنت يا أمه التي قلت كذا قالت أجل قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله جاءت تجار ولم يعلموا بفعل عبد الرحمن بن عوف فقالوا يا عبد الرحمن جاءتك تجارتك قال أجل قالوا تبيع قالوا أجل قالوا أجل قالوا بكم فقالك بكم تشترون إلا أنت عايزين قالوا بضعف الثمن قال لهم لا بضعفي الثمن قال لهم برضو لا بخمسة أضعف الثمن ولا نعلموا تهجيرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك قال لقد وجدت وبيعت قال لمن قال لله الذي يضعف صدق إلى سبعمائة ضعف فواحد قال له كلمة عجيبة أوي قال يا عبد الرحمن أما تصدقت بمائتي ناقة وطرقت سبعمائة لأولادك قال ماذا أصنع يا أخي إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي عشر أضعفها في آخر اليوم أخوي وحبيبي خلي عندك يقيم في الله مواقف رجولية من أعظم المواقف كان من ضمن الأصور الموجودة أيضا في كوكب الرجولة قصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حد ممكن يتخيل إن واحد يجي يقول لك نم مكاني وإنت عارف إن الله ينم مكانه لابد أنه هيتقتل وينم مكانه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال عليه بن أبي طالب يا عليه نم مكاني ولن يخلص إليك مكروف طب ورب الكعب وأنا أقسمه لله غير حانثầ لو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه بن أبي طالب يا عليه نم مكاني وهتتقتل لنام عليهم مكان النبي فداء للنبي صلى الله عليه وسلم ده كانوا بيخضوا النبي بهذا الفذ بأبي أنت أم يا رسول الله فداك أبي وأم يا رسول الله يعني نفديك بآبئنا وإمهتنا اللي أغلى عندنا من أنفسنا وآغلى من أي حد سبحان الله هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ونام عليهم بالفعل مكان النبي صلى الله عليه وسلم فلما تملكه الرعب في تلك الليلة أقر الله عينيه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنه وعن فاطمة تعالوا نشوف القصر اللي بعد كده قصر طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله ليه قصر في كوكب الرجولة طبعا حد فيكو يقدر ينسى الموقف بتاع طالح ابن عبيد الله في غزة أحد فاكر حضرتك لما النبي أمر الرما أن هم كلهم محدش فيهم يبرح الجبل أبدا وحتى لو رأيتمونا تخطفونا الطير وإذا بهم لما رأوا النبي انتصر في بداية الأمر قالوا بس خلاص الغاز ما انتهت فتأولوا الأمر نزل أربعين واحد وبقي عشر على القصوم عبد الله بن الجبير خالد بن الوليد كان ساعتها مازانة مشركن شاف المنظر فراح استضار من وراء الجبل وانقض هو أصحابه على سبعين من أصحاب النبي وقتروهم جميعا قطروا سبعين من أصحاب النبي وأرادوا بعد ذلك أن يقتلوا النبي وأن يمثلوا بجسدي كبالك النبي في اللحظة دي كان ويع في شراق في شبكة كده عمله هالو ونزل فيها وانكسرت ربعيته وشج جمينه صلى الله عليه وسلم ونزفت الدماء الشريفة على وجهه فكان دايخ صلى الله عليه وسلم فنادى على المسلمين أنا رسول الله فلما جاء إليه جالوا كم واحدة جماعة جالوا سبع من الأنصار واثنان من المهاجرين والحديث رواهم مسلمون فقال النبي لما تقدم المشيكون عزين اقتلوا النبي فقال من للقوم خب بلك من لبز من للقوم وهو رفيقي في الجنة فتقدم الأنصار السبعة الواحدة تلو الواحدة فقتلوا جميعا وكان آخر هؤلاء عمارة ابن يزيد ابن السكن الذي لما قتل تأمل مع المشهد ده لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه إلى أن وضع خده على قدم الحبيب المصطفى ومات وهو ينظر إلى النبي كأنه بيقول له أنا فداك يا رسول الله لحد آخر لحظة في عمري الله أكبر ثم نثل النبي كنانته لسعد بن أبي وقص وقال ارم سعد في ذاك أبي وأمي فلما نفتت السهام من سعد نظر النبي إلى طلحة بن عبيد الله وقال من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله فدخل طلحة بن عبيد الله تخيل حضرتك تخيل أخوي وحبيبي طلحة بن عبيد الله بيقاتل جيش كامل جيش كامل بيقاتل طلحة الواحدة فلما دخل ضربوه بالسيف فطارت سابع الأربعة فقال حس بشدة الألم قال حس فقال النبي لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك وفي رواية لو قلت باسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا كان طلحة كان يحمل النبي ويرجع به بظهره ولما المشكون يقربوا يحط النبي على الأرض ويخش يقاتل فيفرقهم ويرجع تاني شيء للنبي لحد دم ووصل لصخرة كان انضرب طلحة بن عبيد الله تسعة وتلاتين ضربة بالسيف ما سلم منها أي شيء من جسده فلم يستطع أن يحمل النبي فأفاق النبي وصعد على الصخرة وقال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أرضها قصر مين تاني موجود في كوكب الرجولة؟ قصر أبي طلحة الأنصاري اللي النبي قال عنه كما ثبت عند الحاكم بإسناد الحسن قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل الله أكبر ده صوته بس فما ظنك بسيفي فما ظنك بقوتي أبو طلحة الأنصاري في يوم أحد تترس حول النبي ضم جسمه كده حوالين النبي ويقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا تشرف ما تبصش لا يصيبك سهم يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله أنا تقتل وأطحتت بس أنت تفضل سليم وعافى يا رسول الله عشان كده كان ليه قصر في كوكب الرجولة بفضل الله مين تاني يا جماعة وإن كنا ذكرنا قصته قبل كده لكن لازم نذكرها تاني أنس بن النضر أنس بن النضر كما ثبت في الصحيحين أنه لما غاب عن غزوة بدر السبب المرض الشديد نازل فيه قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع دوعد يا رب بكل رجول إن شاء الله وكل صدق مع الله جاد غزوة أحد دخل أنس بن النضر فقاتل فقتل فما عرفه أحد ما عرفته إلا أخته بعلامات في أصابعه لأنهم وجدوه به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنات بروح ورميات بسهم فنزل جبريل عليه السلام بكرآن يطلق إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله في رواية تانية أنه أبل سعد بن معاذ وقال يا سعد واهل لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد ودخل فقاتل فقتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم ما ينتظر في من تاني كان لي أصرف الكوكب الجميل دوت الزبير بن العوام لو تفتكر حضرتك يوم عمر بن العاص أرسله عمر بن الخطاب لفتح بلاد مصر استعصت عليه بلاد مصر واستعص عليه حسن بابليون فلم يستطع أن يفتح هذا الحسن وإذا به يرسل إلى عمر بن الخطاب يقول يا أمير المؤمنين أرسل لي أربعة آلاف رجل أستعين بهم على فتح بلاد مصر فأرسل إليه عمر بن الخطاب أربعة آلاف رجل ومعهم رسالة قال يا عمر لقد أرسلت إليك أربعة آلاف رجل على رأس كل رجل على رأس كل ألف رجل بألف رجل يعني أدى ألف وألف أربعة آلاف على رأس كل ألف فيه واحد الواحد ده بالألف الوراء فكان على رأس هؤلاء الزبير بن العوان أول ما وصل إلى هذا الحسن قال احملوني فوق الحسن فحملوه فقفز داخل الحسن وقاتل جيشا بأكمل وفتح الباب للمسلمين فدخلوا وفتحوا مصر بفضل الله ليعم الإسلام تلك الديار الجميلة المباركة أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ومن ضمن الذين لهم قصر عظيم أيضا في كوكب الرجولة سعد بن معاذ مين في الدنيا يا جماعة ينسى سعد بن معاذ سعد بن معاذ اللي لما أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى رحل قابلته أسلم على يد مصعب بن عمير حضرتك على فين القصة رحل قابلته بين يا عبد الأشهر في الليلة ما استناش أسبوع ولا شهر بقولك الرجولة مواقف مواقف اخدم دينك يا مسلم واخدم بلدك واخدم أسرتك واخدم كل اللي حوانيك ربنا يكرمك ويجعلك سبب لهداية الناس سعد بن معاذ رحل قابل بني عبد الأشهر في نفس الليلة وقال يا بني عبد الأشهر قالوا ماذا تريد يا سعد كان سيدا قال ماذا تعلموني فيكم وده زكاء منه قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإماننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول راوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أستموا لله جل وعلا فكان سبب في انتشار الإسلام في المدينة المنورة هذا دي أول موقف الموقف الثاني في يوم غزوة بدر كان النبع السلام دي أول قتال يحصل بين معسكر التوحيد وبينه معسكر الشرك عدد المسلمين 314 عدد الكفار يزيد على ألف قب بالك يعني دولة تلت دولة المسلمين تلت الكافرين وقد ربنا سبحانه وتعالى إن عدد الأنصار اللي كانوا موجودين في الجيش المسلم ضعف عدد المهاجرين يعني أعباء الجهادة يكون على مين على الأنصار وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان واخد البيعة بتاع البيعة العقبة الثانية على الأنصار إنهم يقتلوا ويدفوا عنه داخل المدينة مش برى المدينة طب دي مشكلة دي غزوة بدر برى المدينة فأراد النبي أن يتأكد من موقف الأنصار مع إنه لو أمرهم منهم يدخلوا هيدخلوا فقال أشيروا علي أيها الناس فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد وتكلموا أحسنوا والثلاثة من المهاجرين والنبي عايز رأي الأنصار فتكلم مرة تانية وقال أشيروا علي أيها الناس ففاطن لذلك صدقوا الأنصار وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله شوف الموقف الجميل قال أجل قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت بيه هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السم والطاعة فامضي يا رسول الله لما أرىك الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله في الواية أن سعد قال له لكأن الأنصار لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت وقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطينا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فسر بنا على بركة الله يا رسول الله فسر النبي وسط نار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإما الله وعدني إحدى الطائفتين إما النصر إما الشهادة والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا هنا يقتل أبو جهل يقتل أبو جهل هنا يقتل فلان يقتل فلان كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الأخير لسعد المعاذب هو موقفه عظيمة جدا وكثيرة جدا الموقف الأخير لما غدر يهود بني كوريزة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق وأرادوا في غزوة الخندق لأحزاب أنهم يفتحوا الأبواب الخلفية ويدخلوا المشركين عشان يقتلوا النبي والصحابة ويقتلوا النساء والصبية في المدينة المنورة فأراد النبي أن يعني يصفي حساباته مع هؤلاء اليهود فأراد أن يحكم فيهم رجل مين اللي يحكموا فيهم سعد بن معاذ ليه سعد بن معاذ لأن سعد بن معاذ كان قريبا جدا وكان صاحبا وكان نديما لهؤلاء اليهود في الجهلين فدخل فأرادوا أنه يجمعهم فقالوا يعني أحباك يا أبا عمر يعني اتجمعنا بقى فقال لقد أنا لسعد بن معاذ أن يقول كلامة الحق لا يخشى في الله لو ما تلائم فدخل وقال أحكم فيهم يا رسول قال أحكم فيهم يا سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تصبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وينفجر في هذه اللحظة جرح سعد بن معاذ اللي أصيب به في غزوة الخندق وينزل جبريل ليبشر النبي بأن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ كما جاء ذلك في البخاري المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ويشيعه سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم ويضحك المولى عز وجل لسعد بن معاذ كما ثبت في الحديث فكان ده موقف رجولي من أعظم مواقف سعد بن معاذ أخويا وحبيبي من ضمن الناس اللي كان يوم أصور قصر مؤمن آله في العون قال جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتبرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين جاي ينصح سيدنا موسى عشان ينقذ نفسه من بطش فرعون فخد موقف رجولي رايح ينصح لسيدنا موسى ويقول لأخرج يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ضمن الناس اللي كان لهم أصور أيضا في كوكب الرجولة مؤمن ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إي يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتم شاء ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قبلك قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله أكبر نصح لهم بعد موته كما نصح لهم في حياتي المواقف عظيمة جدا جدا وكثيرة جدا لكن كان أعظم قصر يا جماعة كان قصر النبي محمد كان النبي أشجع الناس وكان أقوى الناس كان قوته بأربع تلاف رجل وكان كل حياته مواقف رجولة علم الكون كل الرجولة علمهم الوفاء علمهم الإخلاص علمهم المواقف العظيمة علمهم الإيمان علمهم الأخلاق علمهم الحب علمهم اللين علمهم الرفق علمهم الرحمة علمهم كل شيء بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال بأبي وهو أمي حبيبي في الله أخويا في الله الرجولة زي ما قلت لك الرجولة مواقف عشان كده محتاجة تكون رجل بإيمانك علم أولادك وزوجتك وعلم الكون حواليك الإيمان بالله علمهم الإيجابية بعيدهم على السلبية خليك رجل اخدم دينك اخدم وطنك اخدم نفسك اخدم أسرتك أخوة وحبيب تعالى ننزل من كوكب الرجولة علشان نرجع مرة تانية نزور كوكب تاني بكرة ان شاء الله هنعرفه بكرة ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يلا وملا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمنا ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا له جيتاني انسى كله شكرا لكم